هناك خلاف داخل اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح بخصوص طبعا حصوله على لقب الافضل او افضل هداف في تاريخ ليبربول الانجليزي الازمة طبعا ان محمد صلاح زي ما احنا عارفين اللي هو يعني الحاجة الايجابية الوحيدة اللي موجودة خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي بيشرف سمعة الكرة المصرية بيحقق لقب اخير هو لقب هداف الهداف التاريخي ليبربول في بعض من اعضاء مجلس الدارة اتحاد الكرة اقترح تكريمه وتكريمه مش يعني اجيب له ترطاية من محل الحلويات واجيب له درع بعشر تلاف جنيه ده يعني لا يليق بمحمد صلاح خالص اللي بيعمله محمد صلاح مش ان انا في الاخرى اقوم وقفه زي ما حصل قبل كده اقوم وقفه في الملعب واجيبه واجيب ترطاية واجيبه وبالمناسبة ومحمد صلاح ما بيحبش هذه النوعية من التكريمات يجب ان يكون محمد صلاح لي اسمه يتم تكريمه على احد بقى المنشأة الرياضية احب مش لازم نستنى لغاية لما اعتزل مش لازم نستنى لغاية لما يصل لمرحلة من العمر ربنا يدينه طولة العمر لكن هو الراجل عمل كل الانجازات اللي انت ممكن اصلا تتخيلها وما تتخيلهاش فمش لازم فاعتقد ان ده هي مش مهمة اتحاد الكرة بس هي مهمة كمان وزارة الرياضة متمثلة في الدكتور الشف صبحي لا يجب ان يتم وعملة محمد صلاح زي اي انجاز سابق عمله اي لاعب ايا كان مين في اي لعبة فردية او جماعية فانت بتتكلم عن اللاعب الوحيد العمل اللي ممكن انت اصلا ما تتخيلوش لجمهور عربي ولا جمهور مصري ولا مسئول عربي ولا مسئول مصري في الرياضة العربية والمصرية والعالمية كمان كان يتوقع ان اللاعب بييجي من مصر بيعمل اللي بيعمله محمد صلاح التكريم لا هي حفلة ولا هي اغنية ولا هي طرطية بتيجي من محل الحلويات ولا درع زي الدرع اللي اتعمل قبل كده وتسلم لمحمد صلاح كان تمله 17 الف جنيه ده بالمناسبة يعني فلابق معرفش ايه المفروض ده الطبيعي انه يتم تكريم بما يليق بما يفعله محمد صلاح وبحفاظه سواء على سمعة اللاعب المصري وعلى سمعة الكرة المصرية في ظل طبعا المشاكل اللي بتعانيها الكرة المصرية او المنتخبات الوطنية خلال الفترات المقبلة يعني انا مش عايز من الاخر عشان اخد المكالمة المهمة جدا اللي معايا مش عايز نشوف اللي هو تكريم المنتخب يكرم عشان الخبر اللي هي فاول معسكر الخبر اللي احنا هنسمعه خلال المعسكر المقبل للمنتخب الوطني استعدادا لمباراة ملاوي المعسكر ده هيكون يوم عشرين مارس فالمباراة الزهاب هتكون يوم عشرين مارس فمش عايز الخبر المنتخب يحتفل بمحمد صلاح طب احتفل بي ازاي جابونه طرطاية من القتيل اللي بتقيم في بعثة المنتخب وفيديوهات تنتشر على السوشيال ميديا لكل حدث حديث ولكل مقام مقال وقيمة محمد صلاح هي اكبر من اي مقام مر على الكرة المصرية عبر تاريخه اشتركوا في القناة